بسم الله الرحمن الرحيم أنا الأستاذ عصام قرفال محامي لدى التعقيب مترشح الانتخابات التشريعية 29 جنوبي 2023 على دائرة انتخابية بولبة البقالطة صيادة لمطة بحجر برنامج الانتخابي يتمثل في استكمال استصلاح شريط المنستير الذي توقف منذ سنة 2017 بمدينة خنيس واستكماله إلى حدود مدينة البقالطة مرورا ببحجر لمطة صيادة بولبة المشروع هذا يستيضر بالنفع الاقتصادي والاجتماع على المنطقة ككل والنقطة الثانية يتمثل فيها تتعلق بالديوان الوطني للتطهير لابد من تحويل محطة التطهير بصيادة لمطة بحجر إلى القطب التكنولوجي بالمونستير تبقى انتعاهدات الدولة وعلى دولة انتفية بالتزاماتها تجاه المواطنين وبالتالي تصبح محطة التطهير بصيادة لمطة بحجر محطة ضخفة قط ولا تصب في مياه البحر وبالتالي حماية البيئة والشريط الساحلي للمعتمديات الثلاثة النقطة الثالثة تتعلق بموانئ الصيد البحري بالمعتمديات الثلاثة لابد من توسعاتها جميعا باعتبار انه لم يعد هناك مكان لارساء المراكب والسفن بتلك الموانئ النقطة التي تتعلق بلمطة هي تفعيل واعطاء القيمة التي تستحقها رابع اقدم كنيسة في الحالم المنظمة من قبل اليونسكو ضمن التراث العالمي ورجع جامعة ميشيون الأمريكية للحفريات والقيام بجميع الأعمال التي تعطى المدينة القيمة التي تستحقها والعناية بها وبالصناعات التقليدية بها بالنسبة لمدينة بحجر كذلك تطعيم البلدية برصيد عقاري كبير حتى تتمكن من توسعة الملعب البلدي والمنطقة الصناعية بالنسبة لمدينة صيادة كذلك إضافة إلى بناء الصيد البحري بها إحداث ملعب بلدي لكورت القادم باعتبار أن المدينة تفتقد لذلك بالنسبة لمدينة تطبولبة أعطاها القيمة التي تستحق فيما يتعلق بالصناعة والتجارة والصيد البحري وبالنسبة للمستشفى توسعته وتطعيمه بطب الاختصاص في الكلاة وطب العيون وكذلك ربط الشبكات الديوان الوطني للتطهير باعتبار أن المواطنين يفتقدوا 60% من الربط وإحداث منطقة الحماية المدنية بها تتمتع بها وتستفيد منها مدينة البقالطة كذلك بالنسبة لمدينة البقالطة العناية أكثر بالفلاح في منطقة الزبيد ومنطقة البحيرة ومنطقة الشرف ومنطقة البغدادي وبالتالي العناية بالفلاح وإحداث صندوق للتنمية الفلاحية يستفيد منه الفلاح عند الجواح وعند الكوارثة الطبيعية وكذلك تطعيم الفلاحين بالماء وماء نبهانة وتطعيمه بزاد ماء أكثر من الذي يتمتع به الآن والله ولي التوفيق أتمنى أن أنال ثقتكم وشكرا